موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 7 اليونت الخامس الدرس السابع عنوان الدرس let's play a game دعنا نلعب لعبة موجودة بصفحة 70 من كتاب الطالب صفحة 68 من كتاب النشاط قبل ما نبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدروس الخاصة بالصفة الرابعة الابتدائي ابر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 70 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة let's play a game فلنلعب لعبة play with a partner إلعب مع زميلك make sentences إصنع جمل أو كون جمل فأسفلها منطيني محادثة بين تلاميذ اثنين إذن اللعبة تتم عن طريق محادثة يقومون اثنين من التلاميذ يكونون جمل عن هذه الصور اللي منطيني إياها فمثلا التلميذ الأول يقول التفاح الحمراء أكبر من التفاح الصفراء كون جملة من خلال الصور باستخدام المقارنة شو رح نبدوه سابقة موضوع المقارنة شو نقارن بين شخصين بين شيئين حيوانيا إلى آخره إذن نكون جمل عن طريق مقارنة هذه الصور بعضها ببعض باستخدام هذه الصفات التلميذ الآخر كذلك يرد علي yes it is نعم إذا كانت جملة صحيحة يقول لها yes it is نعم إنها صحيحة ويوضع لها نقطة وين يوضع لها نقطة؟ أسفل الصفحة مكتوب count your points احسب نقاطك pupil A التلميذ الأول و pupil B والتلميذ الآخر كل تلميذ يقول جملة صحيحة أو ينطق جملة صحيحة من ناحية أن يقارن بين ذن الصور يحصل على نقطة والتلميذ الآخر إذا كذلك قال جملة صحيحة يحصل على نقطة ويظلون يلعبون هذه اللعبة لحد ما يعلنون التلميذ الفائز who is the winner من الفائز tick ضع صح I am أنا صاحب هذا الكتاب أو my friend صديقي هو اللي فاز في هذا التحدي أو هذه اللعبة إذن هذه عبارة عن لعبة يتم من خلالها تكوين جملة مفيدة عن المقارنة بين ذن الصور فراح نكون كذلك دورنا مثل ما هو طلب من أدن نكون جمل كذلك نكون جمل على هذه الصور فمثلا أقول هو بما أنه قل لي التفاح الحمراء أكبر من التفاح الصفراء أنا كذلك أقدر أكون جملة ثانية باستخدام الصفة small صغير small صغير smaller أصغر smallest الأصغر فأقول مثلا the yellow apple التفاح الصفراء is smaller أصغر than the red apple من التفاح الحمراء صارت عدة جملة صحيحة باستخدام هذه الصور قارنت بين التفاح الصفراء والتفاح الحمراء أقدر أكون جملة ثانية نعم ولتكن مثلا أقارن بين الأيس كريم البنفسجي والأيس كريم الأحمر فش أقول الأيس كريم البنفسجي أكبر من الأيس كريم الأحمر صارت كذلك أدي جملة مفيدة the purple ice cream is bigger than red ice cream نقدر نكون بعد جملة نعم أقدر أقول the red ice cream is smaller than purple ice cream الأيس كريم الأحمر أصغر من الأيس كريم بنفسجي كذلك صارت أدي جملة صحيحة the red ice cream is smaller than purple ice cream نقدر نكون بعد جملة نقدر نكون الكثير من الجمل مثلا أقارن بين ذن القبعات فش أقول أقول the purple hat القبعة البنفسجية is bigger than brown hat أكبر من القبعة الجوزية كذلك صارت عندي مقارنة the purple hat is bigger than the brown hat أو أقدر أقول مثلا the brown hat is smaller than purple hat القبعة الجوزية أو البنية أصغر من القبعة البنفسجية كذلك صارت أدي جملة أخرى إذن هذه عبارة عن تحدي أو لعبة يتم لعبها بداخل الصف بأنت العميد الثنيا على شكل محادثة كل تلميذ يقول جملة يحصل على نقطة والأخير يجمعون النقاط ويعرفون من التلميذ الفائز إذن هذه الصور الخاصة بالتلميذ الأول وعدنا التلميذ الآخر أدي صور كذلك خاصة به من طينه كذلك أمثلة the green apple is the biggest التفاحة الخضراء هي الأكبر أكبر التفاحات الموجودة بالصورتين فكذلك صارت حدة جملة مفيدة التلميذ الآخر يريد عليه good جيد one point نقطة لك إذن نطع نقطة لأن قال جملة صحيحة يكتبها بالحق الخاص بالتلميذ الآخر وهكذا نقدر كذلك نكون جملة أخرى مثلا نقول the black ruler is longer than red ruler المصدر السوداء أطول من المصدر الحمراء أو أقدر أقول the red ruler is shorter than black ruler المصدر الحمراء أقصر من المصدر السوداء إلى آخره أقارن بين القطط أقارن بين القبعات الطواب إلى آخره إذن هذا عبارة عن نشاط صف فيه تملاع بداخل الصف كل تلميذ ينطق جملة صحيحة يحصل على النقطة ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول write the words اكتب الكلمات with the correct spelling بالإملاء الصحيح هذا التمرين هو عبارة عن سؤال إملاء مهم جدا بالامتحان التحريري هذن خمس كلمات اللي إملاءهم مبعثرة أو حروفهم مبعثرة ويطلب من عندي أني أصححهم أكتبهم بالإملاء الصحيح إذن خمس كلمات جدا مهمة أني أحفظ إملاءهم طبعا ذنين كلمات متعلقات بالصفات التفضيل مثلا big كبير bigger أكبر biggest الأكبر إذن هذه صفة المفاضلة فأحاول أحفظ إملاء هذه الصفات لأنها جدا مهمة بالامتحان التحريري وتحديدا بسؤال الإملاء فهنا من خلال هذه الحروف المبعثرة قدرت أطلع كلمة biggest أما الكلمة الثانية شنو الكلمة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المبعثرة كلمة longest longest الأطول long طويل longer أطول longest الأطول الكلمة الثالثة كذلك حروفها مبعثرة أحاول أطلع كلمة مفيدة كلمة hottest hot حار hotter أحار hottest الأكثر وحرارة أما الكلمة الرابعة فهي كذلك حروف مبعثرة أحاول أطلع كلمة كلمة oldest old كبير كبير بالسن طبعا older أكبر بالسن oldest الأكبر وسنن أما النقطة الخامسة كذلك أحاول أطلع كلمة مفيدة أكيد أقدر أطلع كلمة coldest cold بارد colder أبرد coldest الأكثر وبرودة أما الكلمة الأخيرة فتطلع لي منها كلمة smallest small صغير smaller أصغر smallest الأصغر إذن إضافة est تجعل الصفة صفة مفاضلة إذا أرد أفضل شخص على مجموعة أشخاص أوضع على الصفة est إحنا عرفنا بدروس سابقة أنه إضافة er للصفة تخلينا أقدر أقارن بين شخصين من خلال هذه الصفة أما est فتخليني أفضل شخص على مجموعة أشخاص من خلال الصفة اللي ضفت لها est هذا ما يخص هذا النشاط عرفنا أنه سؤال ملاء مهم جدا أحاول قدر مستطاع أحفظ ملاء هذه الكلمات لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري أما التمرين الآخر read and circle the old word اقرأ وحوط الكلمة الخاطئة أو الكلمة الغريبة طبعا هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري تحديدا بسؤال المفردات يجيني مثل ما هو ست نقاط يقول لي جاوب على خمسة وترك وحدة يطلب من عندي لنجاوبهم أستخرج الغريب بكل مجموعة من المجموعات فمثلا نمبر وان أولا دزال صحراء ماونتن جبل river نهر umbrella مظلة شنو الكلمة الغريبة من ذلك كلمات نلاحظ أنه desert ومountain وriver كلها أسماء أماكن ما عدا umbrella هو اسم غريب عن هذه الأسماء المظلة فأحوط هذه الكلمة umbrella هي الكلمة الغريبة من بين هاي المجموعة نمبر ثو ثانيا boat قارب sand رمال sandals شبشب sandwich فطيرة أو لفة شنو الكلمة الغريبة نلاحظ أن البوت والساند والساندلز هي كلها كلمات متعلقة بالشاطئ أما sandwich اللي هي الشطيرة أو لفة فهي كلمة غريبة لذلك أحوطها بهذه المجموعة نمبر ثري ثالثا butterfly فراشة bird طائر chair كورسي كورسي سمكة شنو الكلمة الغريبة نلاحظ أنه fish وbird و butterfly كلها كلمات متعلقة بالحيوانات والحشرات ما عدا كلمة chair فهو اسم جماد فأحاول أحوطها لأن هي الكلمة الغريبة بهذه المجموعة نمبر فور رابعا yellow أصفر tree شجرة grass عشب flower وردة شنو الكلمة الغريبة بيناتن أكيد كلمة yellow لأنها الكلمة الوحيدة الخاصة بالألوان أما بقية الكلمات متعلقة بالنباتات أو الأشياء التي نزرعها tree و grass و flower نمبر فايف خامسا mountain جبل city مدينة field حقل snow جليد شنو الكلمة الغريبة من بيناتن الكلمات هي كلمة snow الجليد نلاحظ أنه field و city و mountain كلها كلمات أماكن ما عدا كلمة snow اللي معناها الجليد هي غير متعلقة بالأماكن نمبر سيكس سادسا giraffe zaraf monkey قرد shark hoot truck شنو الكلمة الغريبة من بين ذلك كلمات نلاحظ أنه giraffe و monkey و shark كلها اسمها حيوانات ما عدا truck هو اسم الشاحنة اسم جماد ما متعلق بالحيوانات هذا ما يخص هذا النشاط نشاط مهم جدا بالامتحان التحريري نحاول قدر المستطاع أن نحفظ هذه المجموعات و شن الغريب بيهن لأنه ممكن يجيني بالامتحان ننتقل للنشاط الآخر what are the groups write the words ما هذه المجموعات احنا بعد ما حلينا واستخرجنا الغريب من بين ذلك المجموعات يقول لك كل مجموعة دلت على شيء من هذه الأشياء seaside things أشياء الساحل أو البحر animals حيوانات growing things النباتات أو الأشياء التي نزرعها و places الأماكن فمثلا المجموعة الأولى على شن دلت desert صحراء mountain جبل river نهر على شن دلت دلت على places فأقول المجموعة الأولى group one المجموعة الأولى words are for فراغ المجموعة الأولى هي عبارة عن كلمات تدل على شنو على places الأماكن أما المجموعة الثانية group two words are for الكلمات متعلقة بشنو boat قارب sand رمال sandals ship ship أكيد بالseaside things أشياء الساحل أو البحر أما المجموعة الثالثة butterfly bird fish فراشة طائر سمكة إلى آخره تدلت على شنو هذه المجموعة تدلت على الأنيمالز الحيوانات وهكذا أما المجموعة الرابعة tree شجرة grass عشب flower زهرة دلت على growing things الأشياء التي نزرعها أما المجموعة الخامسة mountains city field دلت على places الأماكن المجموعة السادسة دلت على الحيوانات في active animals هذا غير مهم بالامتحان التحريري مجرد أن نريد نميز بين كل مجموعة الكلمات التي بيها تدلي على شنو دلي على seaside things أشياء البحر animals حيوانات growing things نباتات أو أشياء نزرعها و places الأماكن ننتقل إلى النشاط الآخر look say cover write and check look انظر منطيني مجموعة الكلمات يطلب من عندني look انظر لهذه الكلمة say انطقها cover أغطيها بإيدي write أكتبها وأنا مغطيها بيدي بعدها check أرفع أيدي عن الكلمة و أتضل و أتأكد ثم و أتأكد إذا كان الإملائي صحيح و أخاطئ و هكذا مع الكتابة الثانية و الكتابة الثالثة يعني مجرد أريدني أنتبه على بالأملاء هذه الكلمات و كذلك مع الكلمة الثانية look انظر لها say انطقها اقول many cover اغطيها بيدي write اكتبها وبعدين check اتفقد اذا كانت املائي صحيح او خاطئ واسوها عن المحاولة مرة ثانية وثاثة وكذلك مع الكلمات البقية انظر لها انطقها اقول match اكتبها وتأكد من املائها اذا هذا عبارة عن نشاط لتطوير تركيز التلاميذ على املاء هذه الكلمات هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بمجموعة من صفات التفضيل عبارة عن لعبة يتم لأبحب داخل الصف من خلال الصور اللي منطيني اياها احاول اكون جمل مفيدة اقارن بين صورتين بين التفاحتين او الاثنين ايسي كريم او اقارن بين القطط واكون جمل مفيدة التلميذ اللي يكون جمل مفيدة صحيحة اكثر هو التلميذ الفائز بهذه المسابقة وكذلك اخذنا بعض صفات التفضيل smallest biggest shortest oldest hottest وقلنا ان هذان الكلمات يجب ان احفظ ملاهن لان مهمة جدا بالامتحان التحريري بالاضافة الى ذلك سؤال المفردات المتعلق بنشاط استخرج غريب كذلك وضحنا ان هذا التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري لذلك احاول احفظ اكبر قدر ممكن من ذن الكلمات على اقدر اجاوب هذا النوع من الاسئلة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسارة او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة امامكم على الشاشة